أول نقطة اللي حبيت أن نركز عليها كبداية هي استيراد سيارات عن طريق شركة تصنيع لأنه أنا مليش متفاق بقرار أقل من ثلاث سنوات كما قرار استيراد سيارات عن طريق شركة تصنيع لسببين السبب الأول الضريبة السبب برقم تنين سعر الصرف عن طريق البنك وكمية سيارات التي يمكن أن تزود بها السوق الجزائرية وهذا سيحقق عرض أكبر ومنه بطبيعة الحال نزول الأسعار في المستقبل لكن نزول هذا لا يكون كبير لأسباب معرفة غلاء الأسعار عالميا السوق السيارات في العالم الآن هناك معدلة تدخم كبيرة مثلا تحدث على أكثر من 9% في السوق الأوروبي أكثر من 11% في أمريكا معدلة تدخم سنوي لسوق السيارات فأكد بطبيعة الحال ستبقى سعر السيارات في الجزائر سيبقى مرتب لكن ليس بالطريقة هذه التي نعتبرها تقريبا جنونية ترجمة نانسي قiotol